في مثل هذا اليوم الموافق السيدس عشر من يونيو عام الفين وثلاثة عشر دخلت مصر مرحلة الأمتار الأخيرة تجاه الاستعدادات لمظاهرات يوم الثلاثين من يونيو المرتقبة عتمة الكهرباء مع ظلام حكم الإخوان يضغين على كل شيء في المقابل وهناك على الضفة الأخرى من قناة السويس تدخل بورسعيد خط المواجهة وتوجه الإنذار الأولى لمرسي الأحزاب المدنية أكدت في تصرحات متتابعة سلمية التظاهرات وأنه لمجال للعنف أو القروج عن النص مقر مكتب الإرشاد في المقطم شهد حالة من التأهب والترقب حيث بدأت الجماعة بتشهيد المتاريس من حوله المؤسسة الأزهرية العريقة دخلت هي أيضاً على خط المواجهة بعدما أعاد تأكيد حرمة الدماء مطالبة الجميع مسؤولين أو مواطنين بضبط النفس وعدم الانسياق وراء موجات العنف